موسيقى مشاهدين أهلا بكم لأحوال التقسى المرتقبة لهذه الليلة ولصباحات الغد أنباء عن قدوم اضطرابات جوية مرفوقة بكمية من الأمطار وتلوج على جل المرتفعات نهاية الأسبوع بحول الله بالعودة إلى الوضاية الجوية لهذا المساعد نجل اضطرابات تمس الولايات الشرقية وبعض الولايات السحلية الوسطى مع كاميات محتملة من الأمطار باقي المناطق الداخلية تبقى فيها السحوب المغشات والكثيفة في حين تكون جزئية على الولايات الغربية للوطن باقي المناطق بشمال السحراء إن شاء الله وسط السحراء إلى غاية الجنوب الشرقي سحب من مغشات جزئيا إلى كثيفة بشمال الأوراس والجنوب الشرقي للوطن أما المرتفعات السحرية أيضا تشهد بعض السحب العابرة تكون أكثر حدة وكثف بأقصى الجنوب وسط الصحراء الصورة والجنوب الغربي الوطن شادة تبقى الوضعية الجوية صحوة صافية ومشمسة درجات الحرارة بحول الله لليلة اليوم تبقى هذه الليلة درجات حرارة الدنيا فيها فصلية ومتراجعة علاج الولايات الداخلية أدنى المقاييس درجة واحدة فقط تحت الصفر بمرتفعات تيسمسيل تتيار تغليزان عين الدفلة واشلف درجتين إلى درجة واحدة بكل الولايات الداخلية الوسطى والهداب العليا الشرقية نفس المقاييس سيسجل بكل من غردايا وجنوب الأوراسة الجنوب الشرقي أيضا نفس المقاييس صفر درجة فقط ستسجل بكل من منطقة الصورة بشار والمرتفعات الصحرية جانيت هوقار والتاسيلية سجل خمسة إلى ست درجات بالسواحل الغربية والسواحل الوسطى تسع درجات كعلى مقاييس بالسواحل الشرقية ليلا 6 درجات أيضا بأدرار عين صالح واتي ميمون 23 درجات سجل 4 درجات ببرج باجي المختار وتأمن رث 8 درجات بأقصى الجنوب بنسبة للوضايا الجوية إن شاء الله اليوم غد أو صباحة الغد تبقى الوضايا الجوية أيضا غائمة ومغشات على الولايات الشمالية جل الولايات الشمالية الوطن استمرار احتمالية تسقط الأمطار في الصباحة بالولايات الشرقية للوطن أيضا أمطار تكون نوعا ما كثيفة بالسواحل الوسطى بحول الله باقي الولايات الداخلية الوسطى والولايات الغربية السحلية منها والداخلية سحب فيها كثيفة ومغشات هذه سحب تصل إلى غاية وسط شمال الصحراء الجنوب الشرقي وجنوب الأوراس أيضا تشهد سحب كثيفة أيضا هذه السحب تكون متواجدة بجنوب الشرقي بمنطقة الثامن رسط وأقصى الجنوب وسط الصحراء السورة والجنوب الغربي تبقى الوضعية الجوية إن شاء الله صحوة صافية ومشمسة بالنسبة لدرجات الحرارة لصابحات الغد إن شاء الله تبقى درجات حرارة الدنيا فصلية على جل الولايات الداخلية 10 إلى 9 درجات بقصنط نصف قلما ميلا وتبسا ومجارها من هداب وسط 11 درجة بالمرتفعات الغربية 15 إلى 14 درجة بالسواحل الغربية والمرتفعات والسواحل الوسطى حتى منطقات غردية نفس المقياس ومنطقات إليزي أو جانت الهقر والتاسي لنسجل 16 بسواحل الشرقية كل منطقة الأوراس أيضا 17 بكل من أدرعين صالحة ميمون برج باجي مختار بشار أو أقول بشار وبرج باجي المختار هنا نسجل 20 درجة بالجنوب الغربي والجنوب الشرقي 22 بـ 8 رسط أقصى الجنوب سجل فيها أعلى من قياس 27 درجة بالنسبة للملحة والصيد البحري مشاهدينا البحر يبقى هادئ على طول الشريط السحلي بفعل أريح لن تكون شمالية غربية بسواحل الوسطى جنوبية شرقية بسواحل الشرقية جنوبية غربية بالسواحل الغربية سرعة الرياح تصل إلى 15 كم في الساعة الختام بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزاء العاصمة وبدواحيها مع شروق وغروب الشمس كانت هذه توقعات التقس لليلس اليوم وصابحات الغد شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر